اشتركوا في القناة الجيش التركي وحلفائه يسيطرون على كامل مدينة الباب السورية القوات العراقية تحرر مطار المصر جنوب غرب المدينة وتتقدم لاستعادة معسكر الغزلان في السابع الناس تكشف عن نظام شمسي يحمل مقاومات حياة بيولوجية مرحبا بكم يرتقب في هذا الوقت انطلاق الجلسة الافتتاحية لمباحثات جنيف السورية السورية بعد تأجيلها بضع ساعة وقد عقد المبعوث الأممي إلى السورية ستفان ديمستورا لقاءات ثنائية مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري وفد الهيئة العليا المعارضة مراسل المدينة أشار إلى عدم وضوحي الخطة التي ستنطلق المباحثات بموجبها التي من المفترض أن تشارك فيها منصة القاهرة والرياض وفد الحكومة السورية إضافة إلى مندبي الدول الدائمة للمباحثات كما أضاف بأن منصة الرياض لم تؤكد حضورها حتى الآن في الافتتاح لانفراجات مرتقبة خلف جدران المقر الأوروبي للأمم المتحدة في سويسرا قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا هذه الغرف التي لم تساهم في إذابة الجليد بين المشاركين في اللقاءات الثلاثة الماضية ربما تشهد مجددا على تعارض أجندات الوفود الأربع المشاركة في محادثات السلام الأممية وفد الحكومة السورية سيتفاوض مع وفود تمثل المنصات الثلاثة المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة لا حديث عن الأوضاع الإنسانية هذه المرة في جناف الحيز السياسي للأزمة السورية سيحظى بحصة الأسد من هذه المحادثات وهنا يتمن عمق الخلاف بين الهيئات السورية المختلفة الحكومة السورية تصر على عملية البحث عن حل سياسي بعيدا عن انتقال السلطة وهو الأمر الذي تتمسك به الوفود المعارضة نحن على استعداد تام للذهاب إلى جينيفا لمتابعة التسوية السياسية لن نتحدث عن الانتقال السياسي الذي يعني منحهم كامل السلطة هذا لن يحدث أبدا إن أجندتنا هي محاربة الإرهاب وإيجاد حل سياسي تناقشه الجهات السورية من دون أي تدخلات خارجية أولا وفد المعارضة الموحدة سيركز على عملية الانتقال السياسي نحن نعتبر أن استئناف المفاوضات هو خطوة مهمة للغاية وخاصة أن الأمير العام وأيضا سيد ديمستور أكدوا على أن النقاش سوف يركز على محاور الانتقال السياسي الحكم، آليات الدستور، قضية الانتخابات في المرحلة المقبلة بمحادثة مباشرة مع ممثل الحكومة السورية طالب الناطق باسم وفد الهيئة العليا سالم المصلط المصلط شدد على مناقشة هيئة حكم انتقالي ما اعتبره المبعوث الأممي شرطا مسبقا ومرفوضا إذن وكسابقاتها من المرجح أن تواجه الجولة الجديدة من محادثات جناف معوقات عدة كيف لا؟ والمحادثات تأتي وسط تطورات ميدانية وديبلوماسية صارخة على رأسها خروج الجماعات المسلحة من حلب والتقارب التركي الروسي وغموض توجه الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الأزمة السورية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نمل أن تنعكس نتائج محادثات أستنى السورية إيجابيا على اجتماعات جنب وخلال الاحتفال بيوم حماة الوطن في روسيا قال بوتين أن المحادثات تضع العملية السياسية في سوريا على أرض صلبة وأضاف بأن محادثات كازخستان كانت أولى محادثات ناجحة للحل في سوريا وينضم إلينا مباشرة من جنب مراسل ميادين موسى عاصي موسى هل انطلقت لقاءات جنب؟ يعني في الواقع الآن ننتظر انطلاق الجلسة الافتتاحية أو جلسة الترحيب كما يسميها استفان ديمستورا بعد القرار الذي اتخذته منصة الرياض قبل قليل واتيني الخبر منذ لحظات بأن وفد هذه الهيئة يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة من أجل المشاركة في الجلسة الافتتاحية كانت هناك جلبة كبيرة قبل نصف ساعة تقريبا حول مشاركة الوفد المعارض المنبثق عن مؤتمر الرياض في الجلسة الافتتاحية أوصات هذا الوفد قالت للصحفيين أن التأخير في الوصول إلى مقر الأمم المتحدة لهذا الوفد ناتج عن طريقة استفان ديمستورا بالتعاطي مع هذه الجلسة الافتتاحية من خلال عدم اعتباره أن الوفد منصة الرياض هو الوفد الموحد والواحد الذي يمثل المعارضة السورية ودعوته للمنصات الأخرى لشخصيات معارضة أخرى كما جاء طبعا على لسان الأوساط الوفد المنبثق عن الرياض دعوت شخصيات أخرى للمشاركة بصفة كاملة في الجلسة الافتتاحية هذه الأوساط قالت أيضا أنه استفان ديمستورا أرسل موفدا إلى مقر الذي يقيم فيه وفد المنبثق عن مؤتمر الرياض من أجل تطمينه بأن ما حصل في هذه الجلسة في الجلسة الافتتاحية لن يتكرر في الجلسات المقبلة طبعا دائما بحسب أوصات المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض هذا يعني أننا أمام عقدة جديدة أمام مشكلة جديدة هل سيعتبر وفد الهيئة العليا للمعارضة أن مشاركة الوفود الأخرى كمنصة الرياض ومنصة القاهرة في المحادثات اعتبارا من يوم الغد ربما في حال أعلن ذلك استفان ديمستورا بعد قليل هل سيكون ذلك مشكلة بالنسبة لهذه الوفود هل سيتخذ قرارات على ضوء هذه المشاركة على الاعتبار أنه يعتبر نفسه الممثل الوحيد للمعارضة السورية حتى الآن لا يوجد هناك أي قرار بالانسحاب من المفاوضات من قبل الهيئة العليا للمعارضة ولكن هناك هذه الجلبة التي حدثت والتي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول استمرارية هذه الجولة من المحادثات السورية ونحن بكل أحوال بالانتظار لانطلاق هذه اللقاءات في دائما بالجلسة الافتتاحية لكن هل هناك صورة باتت واضحة لأجندة اللقاءات إذا ما بالفعل تمت الآلية التي ستتم بها اللقاءات هل يستطيع ديمستورا أن يحقق الطاولة المستديرة بطبيعة الحال لنرى لقاءات مباشرة أم ماذا؟ لن يكون هناك حتى اللحظة لقاءات مباشرة لن يكون هناك لقاءات بين الوفد الحكومي ووفد يمثل كافة المنصات المعارضة هذا طبعا كل الأحاديث والتصريحات والأجواء التي نشارك فيها في جنيف لا تحيب أن هذا سيحصل الأغلب أنه سيكون هناك تكرار لسيناريو العام 2016 لجنيف 3 عندما كان يتنقل السفان لمستورا من جلسة إلى أخرى ثالثاً مع الوفد الحكومي ثالثاً أخرى مع وفد الرياض هنا نقطة استفهام أيضاً حول كيفية مشاركة المنصات الأخرى هل ستشارك في اللقاءات التي من المفترض أن تبدأ اعتباراً من الغد على قدم المساواة مع وفد الرياض إنما سيكون هناك الأفضلية كما كان في العام الماضي لوفد الرياض على حساب الوفود الأخرى بمعنى أنه كانت تحصل معظم اللقاءات مع الوفد الممثل عن مؤتمر الرياض وفي الأيام الأخيرة من الجولة الأخيرة التي عقدت في نيسان إبريل الماضي استقبل ديمستورا وفد منصتي الرياض والقاهرة كل الشكر لك موسى عاصي مراسل الميدين كنت معنا مباشرة من جينيف إلى الميدان السوري حيث أعلنت القوات المسلحة التركية استمرار المعارك في مدينة الباب السورية وأضافت إنه أجرات السيطرة على الجزء الأكبر من المدينة وكانت وكالة الأنضولة التركية الرسمية قد أفادت بسيطرة القوات التركية ومجموعات الجيش الحر على الباب وقبل قليل أعلن موقع أعمق الطابع لتنظيم داعش عن انسحاب مسلحي التنظيم من المدينة بعد تكبيل الجيش التركي والجيش الحر خسائر على مدى أشهر من المعارك أذو قد أعلن الجيش التركي عن غارات لطائراته استدفت عشرات المواقع لتنظيم داعش في مدينة الباب وجاء في بيان له أن الغارات أدت إلى تدمير ملاجئ ومقر للتنظيم وقتلت عشرات المسلحين وزير الدفاع التركي فكري إشيك قال إن مدينة الباب باتت تقريبا تحت السيطرة وفي حديثا للصحفيين في أزمير أشار إلى أن الوقت لم يعد بعيدا لإعلان المدينة خالية من تنظيم داعش مدينة الباب باتت تقريبا تحت السيطرة بالكامل وقد دخلت القوات التركية إلى وسط المدينة هناك عمليات تمشيط واسعة النطاق وسنستطيع القول بعد الانتهاء منها إن الباب أصبحت خالية من داعش بالكامل للمزيد تنظم إلى هنا من العاصمة السورية مديرة مكتب الميادين في دماشق ديمة نصيف ديمة لو تضعين في صورة الوضع أو آخر المعلومات والمواطيات القادمة من مدينة الباب الاشتباكات لا تزال تدور في الريف الجنوبي لمدينة الباب رامية بين داعش وبين الجيش السوري الذي لا يزال يتقدم أيضا في توسيع تأمينه وفي توسيع سيطراته للطريق الواصل بين مدينة الباب وكذلك بلدة بيت دير حافر التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش ويبعد حوالي خمسة كيلومترات الجيش السوري عن هذه المدينة التي تتوسط تماما الطريق بين مدينة الباب ومدينة الرقة طبعا عملية الجيش السوري كانت بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش السوري قد توصل إلى النقطة التي تم الاتفاق عليها وهي بلدة تادف التي تقع إلى الجنوب من الباب ومن ثم انغطف في عملية العسكرية جنوبا من أجل السيطرة على الطريق الواصل بين الباب والرقة ووصولا لمنابع المياه التي تمد مدينة حلب في منطقة خبسة طبعا الجيش السوري تمكن من السيطرة خلال الـ 24 أو 72 ساعة الماضية على حوالي خمسة قرى تقع في محيط بلدة دير حافر طبعا كما كان في الخبر مدينة الباب بعد انسحاب ما تبقى من المقاتلين لتنظيم داعش منها تمكنت قوات درع الفرات المدعومة التركية من السيطرة عليها عمليات التمشيط بحسب تنسيقيات المسلحين لا تزال مستمرة للبحث عن خلايا نائمة أو جيوب مسلحة لداعش وأيضا من أجل تمشيط المدينة من العبوات الناسفة ومن الألغام التي زرعها داعش كما قالت هذه التنسيقيات والتي أيضا طالبت الأهالي بعدم العودة الآن إلى مدينة الباب من أجل استكمال هذا العمل طبعا كذلك سيطرت درع الفرات على بلدة بزاعة التي سبق أنها جمتها أربع إلى خمس مرات تقريبا ولم تستطع السيطر عليها لأنها كانت الخط الدفاع الأساسي بالنسبة لداعش في الباب لكن طبعا انسحاب داعش بعد هذه المعارك التي دامت حوالي المائة وأربعة أيام تقريبا وكبدت واستنزفت الجيش التركي بالكثير من القوات والعتاد وكذلك بالجنود والضباط إلى جانب طبعا درع الفرات لكنها انتهت اليوم بهذه السيطرة هذه السيطرة تعني بالمعنى العسكري هي سيطرة مهمة جدا طبعا لأنها وسعت من سيطرة الجيش التركي على الشمال السوري بعد أن تمكن من السيطرة على كامل الممر الواصل من جرابلس إلى الرائي إلى عزاز وكذلك إلى الباب أي حوالي أكثر من خمسة ألاف كيلومتر مربع في الشمال السوري واليوم أيضا تركيا استطاعت أن تنهي تماما بهذه السيطرة المشروع الكردي الذي كان يهدف إلى وصل الكانتونات وهو السبب الذي تذرعت به تركيا بأنها دخلت إلى الأراضي السورية من أجل هذا التهديد الذي تعتبره كبيرا جدا على الحدود الجنوبية لها وفي خاصيرتها الجنوبية وهو يهدد الأمن القومي التركي كما تقول دائما لكن بعد الباب يعني غير واضح إلى أن يمكن أن تتجه القوات التركية إذا ما كانت ستتجه إلى منبج أو حتى سيناريوهات المعروضة أو التي تطرح الآن بمشاركتها بمعركة الرقة كل شكرا كديمة نصيف مديرة مكتب الميادين في سوريا على كل موافيتنا به مباشرة من العاصمة السورية وفي ريف درع جنوب سوريا تستمر المعارك بين تنظيم داعش والفصائل المسلحة وفي محافظة السويدة استهدفت المجموعات المسلحة بقذائف الهاون قرى الريف الغربي على هذا المقعد الدراسي كان يجلس طلال بين رفاقه يتابع الدراسته إلا أن قذفة أطلقتها المجموعات المسلحة وأصابت منزله في قرية بكة في ريف درع أودت بحياته فبات مكانه شاغرا إلا في قلوب محبيه من أهله ورفاقه اسم طلال أضيف إلى سجل شهداء قرية بكة الذين دفعوا ضريبة موقعهم الجغرافي فأقل من ثلاثة كيلومترات تفصل البلدة عن بلدة سماد في الريف الشرقي لدرع حيث تنتشر المجموعات المسلحة ينفذ المجموعات المسلحة دائماً هجومات بقذائف الهاون يستهدفون فيها المدنيين هذا الموضوع اليوم يذيقون الجيش بنقاطهم تحت ببلشوا باستهداف المدنيين سقوط هذه القذائف التي أدت إلى استشهاد الأبرياء والأطفال طبعاً هذا اندل لا يدل إلا على ضعف من هذه العصبات المسلحة المجموعات المسلحة أمطرت قرية بكة والقرى المجاورة بعشرات القذائف التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في محاولة منها للتقدم والسيطرة عليها إلا أن وحدات من الجيش السوري ردت على مصادر النيران وأفشلت الهجوم سيناريو حرب بات مألوفاً لسكان الريف الشرقي لدرع التي عاد الاستنفار إليها مجدداً بعد هدوء دام سبعة أشهر حيث شهدت تلك الجبهة حالة مشابهة من حيث الاستهداف وتوقيته إلى العراق حيث حررت القوات العراقية مطار الموصل جنوب غرب المدينة وتقدمت باتجاه معسكر الغزلاني وحي المأمون قائده عمليات قادمون ياني نوا عبد الأمير يارالله أعلن تحرير تل الريان غرب الغزلاني كما جرى تحرير قرية اليارموك واتلال العطشانة جنوب مدينة الموصل الميادين واكبت تقدم القوات العراقية خلال العملية التي أفضت إلى تحرير المطار أخبار المواكبة مع زميل عبدالله بدران باشرت القوات العراقية عملية استعادة مطار الموصل وكذلك معسكر الغزلاني بالاعتماد على النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية سيطرت على بلك وانطلقت باتجاه السيرمون حررت اليارموك خلال هذه العمليات والقوات العراقية الآن تتواجد آليات فرقة الرد السريع داخل القرية التي تشرف على مطار الموصل أعمدة الدخان طبعا تشير للسيارات التي قام داعش بتفجيرها في محاولة لإعاقة حركة القوات العراقية وجزء من تكتيكه العسكري في إبطاء تقدمها العبوات الناسفة التي حاول من خلالها مسلح داعش إعاقة تقدم القوات العراقية التي اندفعت في عمليات تحرير مطار الموصل وواضح جدا أن النخبة في فرقة الرد السريع وهي تتحرك الآن باتجاه مطار مدينة الموصل توسع محاور الالتفاف على مسلحي داعش وهذه هي طلائع مبنى المطار حيث تجري القوات العراقية مسحا قبل المباشرة بدخوله وهو عسكريا أضحى بعد ساعات من انطلاق العمليات تحت مرمى القوات العراقية التي اجتازت هذا النهر الصغير الذي شكل حدود غربية لمطار الموصل ويمكن أيضا رصد الدمار الذي خلفه داعش في مدرج مطار مدينة الموصل القوات بذات الوقت سيطرت على معمل السكر ومعمل الإسفلت وهما يجاوران مطار المدينة من مطار الموصل عبدالله بدران الميادين ويبقى معنا مراسل ميادين عبدالله بدران منضمن إلينا من جنوب الموصل عبدالله بطبيعة الحال اليوم هو يوم ميداني مهم في خط تحرير مدينة الموصل بالصفحة الخاصة بالساحل الأيمن لو تضعنا في آخر المعطيات وماذا بعد مطار الموصل؟ نعم هو المنجز النوعي الثاني في الصفحة الثالثة رامية من عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعدما تمكنت القوات العراقية في الصفحة الأولى أو في بداية العمليات من الصفحة الأولى بتحرير 14 تقارية وسيطرت على هضبة مهمة هي هضبة البوسيف وتمكنت من فتح جبهتين مع مسلحي داعش باتجاه الغزلاني ومطار الموصل بالفعل شرعت بعمليات خاضتها فرقة الرد السريع ومغاوير الشرطة الاتحادية في عملية تهدف لاستعادة مطار الموصل وكذلك بعملية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لاستعادة معسكر الغزلاني تمكنت القوات العراقية من تحرير السيرمون اليارموك الخربة وهي قرى تقع قبل مطار المدينة وتشكل مجموعة قرى تطل على المطار وبالتالي فالقوات العراقية اندفعت بمحور واحد بعد ذلك ثلاثة محاور حاصرت مسلحي داعش لكن دخول مطار الموصل كان من البوابة الجنوبية سيطرت القوات العراقية على هذه المنشأة المهمة التي أراد لها داعش تكون خط دفاع وإعاقة لتقدم القوات العراقية التي تهدف أن تتجه جمالاً صوب الساحل الأيمن المدينة وأن تباشر الدخول إلى أحيائها سواء من جنوب شرق الساحل الأيمن باتجاه الطيران والجوسق وحاوي الجوسق والمباشرة بدخول الدواسة وبقية أحياء مدينة الموصل أو من المحور الجنوبي الغربي وهو محور جهاز مكافحة الإرهاب الذي يخوض الآن اشتباكات داخل معسكر الغزلاني بعدما سيطر وحرر تل الريان وهو يخوض الاشتباكات الآن مع مسلاحي داعش داخل هذا المعسكر الذي يعتبر من المعسكرات المهمة والستراتيجية فعلاً التي تطل على جنوب المدينة وتمنع داعش من أن يشاغل عند الحدود الغربية للساحل الأيمن لمدينة الموصل وكذلك يمنح إطلالة عسكرية للقوات العراقية في أن تتقدم صوب المأمون أو المقبرة أو حي التنك أو الأحياء التي تشكل نهايات الحدود الغربية للساحل الأيمن لمدينة الموصل بذات الوقت هي تمنح فرصة لقوات فصائل المقاومة العراقية وقوات الحجد الشعبي لأن تندفع إنما وضعت خطة عزل الساحل الأيمن عن تل عفر على اعتبار أن هذا الخط لا زال مستمراً لتموين مسلحي داعش ما بين تل عفر باتجاهها الشرقي وما بين الساحل الأيمن في الجزء الشمالي منه تحديداً عند بادوش وسد بادوش وضفاف دجلة عند نهاية الساحل الأيمن لمدينة الموصل المرحلة المقبلة ما بعد تحرير مطار الموصل تنتظر قطعات فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية إكمال معسكر الغزلاني وبالتالي القوات تكون بمستوى واحد تندفع بنسق واحد بمحاور وإن تعددات يكون تقدمها واحد لحين المباشرة بدخول أحياء طيب عبدالله فقط بالإشارة ما الذي يخسره تنظيم داعش بخسارته للمطار؟ ما هي خياراته الآن عقب هذا التقدم المهم والاستراتيجي؟ نعم الآن لا خيار لدى مسلحي داعش على اعتبار أن هناك جبهة هي جبهة اشتباك لتحرير معسكر الغزلاني جنوب غرب الساحل الأيمن وجبهة أخرى هي جبهة مشاغلة بعدما أنجزت القوات العراقية تحرير مطار الموصل وبالتالي لا يمكن لا يملك أوراق سوى المشاغلة بقذائف المورتر ورشقات صواريخ كاتيوشا وغيرها هكذا فقط للإعاقة أو الإبطاء أو المشاغلة لكن هناك ضغط من قبل الدرع العراقي المتواجد في هذه المنطقة المرحلة المقبلة هي الخط العسكري الذي تشكله قوات المحورين باتجاه الطيران والجوسق من جزء جنوب شرق الساحل الأيمن والمعمون من جزء جنوب غرب الساحل الأيمن بعد ذلك القوات العراقية لديها مباشرة بدخول حرب شوارع فعلية مع مسلاحي داعش متوقع أن تخوضها قوات النخبة توكل لها المهمة بهذه العمليات الاعتبار أن هناك تجربة لديها في الساحل الأيسر هناك بعض الصعوبات بالنسبة لوجود المدنيين بكثافة على بقعة جغرافية صغيرة وأحياء قديمة وأزقة ضيقة وبالتالي القوات العراقية لديها خيارات متعددة لكن مؤكد أن محاور عدة سيعتمد ذات أسلوب الصفحة الثانية من عمليات تحرير الساحل الأيسر وهو المحاور والحضائر والكماء المتعددة من مختلف الصنوف العسكرية العراقية كل شكر لك عبدالله بدرام وراسل الميادين على كل ما وفيتنا به مباشرة من جنوب مدينة الموسى إلى اليمن حيث تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات التحالف السعودي من جهة أخرى على بداخل مدينة المخى في جنوب غرب محافظة تعز وأعلنت قوات الرئيس عبدرب منصور هادي سيطرتها على جبل النار شرق المخى معارك كر وفر تعيشها مديرية المخى في محافظة تعز واستغارات مكثفة تنفذها الطائرات الحربية للتحالف السعودي قوات الرئيس هادي أعلنت أنها سيطرت على جبل النار والجبال المطلة على معسكر خالد بن الوليد وقرية يختل الساحلية شمال المدرية الساحلية بالمقابل أعلن الجيش اليمني عكس ذلك وأكد إحباطه لمحاولات تقدم عديدة لقوات هادي باتجاه هذه المناطق وأنه كبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مقاتلات التحالف السعودي قصفت منطقة العمري بمدرية ذباب جنوب غرب تعز الغارات بلغت منازل المواطني في منطقة يختل جنوب غرب تعز ما أدى إلى سقوط شهداء وجرح مصدر عسكري أكد استهداف الجيش واللجان الشعبية مرابد المدفعية التابعة لقوات هادي وتدميرها بالكامل جنوب منطقة كهبوب في لحج جنوب اليمن في الحديد شن طائرات التحالف سلسلة غارات على ساحل الطائف بمدرية الدريهمي شمالا كما استهدفت بغارتين منطقتين كيلو 16 بالمحافظة نفسها طائرات التحالف وصلت ضرباتها باستهداف كليات طيران غرب العاصمة صنعاء ومعسكر السواد بمدرية سنحان جنوب صنعاء كما تعرض عدد من المدريات في محافظة صعدة لقصف صاروخي سعودي لا سيما مدرية حيدان في جبهة موراء الحدود اليمنية السعودية أفد مصدر عسكري بإطلاق الخوات اليمنية صاروخ زلزال اثنين على معسكر رجلة في نجران كما قصف الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي في معسكر أم القطب الشرقية وتجمعاته في موقع الكرس بجيزان السابعة مستمرة وأبرز ما فيها بعد الفاصل تظاهرات في أستراليا احتجاجا على زيارة لتنياه أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين ونستألفها من مصر حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن توطين الفلسطينيين في سيناء لم يناقش مسبقا مع أي مسؤول عربي أو أجنبي السيسي أشار في اجتماع مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى عدم وجود تصور لبحث الأمر وأكد ضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء في أستراليا شهدت مدن تظاهرات حاشد احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المتظاهرون حملوا أعلام فلسطين وصورا تظهر نتنياهو فاشيا وأعلن خجلهم من الاستقبال الحار الذي لقيه خلال زيارته مريم عثمان بالفاشي وابي مجرم الحرب وصف الآلاف من الأستراليين رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الذي نظمت له سلطات الأسترالية استقبالا خاصا لقى الرفض من الكثير من الأستراليين خلال أول زيارة له إلى هذه الدولة نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور قارة الأحلام نجح في تدمير أحلام ملايين الفلسطينيين في الحرية والسلام شعار رفعه المتظاهرون الذين اتهموا إسرائيل بممارسة سياسة التمييز العنصري أمضيت أسبوعين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ورأيت مباشرة الوضع الرهيب كما رأيت التطهير العرقي في وادي الأردن حيث لم يبقى هناك إلا خمسة وخمسون شخصا الفلسطينيون يطردون من أراضيهم ليسكن فيها آخرون هذا غير خلقي وغير مقابل للاستمرار بالمقزز وصف المتظاهرون استقبال قادتهم لنتنياهو مشددنا على أن أراء رئيس الوزراء مالكولم تورنبل ووزيرة خارجيته المنددة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلية لا تعبر عن توجهات الشعب الأسترالي عندما يضغط الفلسطينيون على نيتنياهو يخاف ويرقد إلى الولايات المتحدة ليحصل على سلاح ويقتل مزيدا من الفلسطينيين ويدمر المزيد من المنازل ويضع المزيد من الناس في السجون والآن نقول له طارم أن امرأة فلسطينية واحدة تقدر على الحمل فلن نستسلم أبدا حتى آخر فلسطيني توقيع ستين مسؤولا من قطاع الأعمال ورجال الدين والسياسيين الأستراليين رسالة تعارض استقبال نيتنياهو والتظاهرات التي عمت عددا من المدن منذ اليوم الأول لوصوله لم تمنع نيتنياهو من وصف إسرائيل بواحة الحرية والتسامح تسامح لا يشمل سوى الجنود الإسرائيليين الذين يمعنون في جرائم قتل أطفال فلسطين وفي أرضنا المحتلة فلسطين 43 قرار هدم أصدرتها قوات الاحتلال في منطقة الخان الأحمر شرق القدس قرارات تحمل معها تشريد 180 شخصا ومصادرة مئات الدينومات لمصلحة المستوطنات كما تشدد الحصار حول القدس وتعزلها عن بقية الضفة الغربية نسرين سلمي عبد الرحمن لم يجاوز ثامنة من عمره لكنه يعرف ما يريد هو لن يغادر أرضه ولن يدرس في مدرسة غير مدرسته تلك التي بنيت قبل ثماني سنوات بإطارات مطاطية في منطقة الخان الأحمر شرق القدس وسهلت رحلة التعليم على طلبة المنطقة كلها لكنها باتت اليوم مهددة إسرائيليا بالهدم هدم المدرسة يهدد بهدم مستقبل 150 طالبا من خمس تجمعات بدوية ولا يقتصر قرار الهدم على المدرسة فحسب بل يشمل 43 خيمة ومنشأة سلطات الاحتلال منحت السكان مهلة أسبوعا لاستئناف القرار هذه المدرسة لم يكن فيه تعليم أغلب الطالبات اللي سن 16-17 سنة بالبيوت لا يعرفنا القراءة والكتاب لما فتحت المدرسة جميع الطلاب والطلب دخلوا بهذه المدرسة وبدأوا بالأول الأساسي كان في بعض الطلاب ينزلوا على أريحة طلاب وليس طالبات القرار الإسرائيلي وصف بالخطير خصوصا في ظل موجة تصعيد في سياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس ومناطق الأغوار أما الخطورة الأخرى فهي سعي إسرائيل لمصادرة أراضي الخال الأحمر كجزء من أراضي غور الأردن لتوسيع مستوطنات في شرق القدس على حساب أراضي الفلسطينيين إذا تم اكتلاع البدو من هنا سيكون مستوطنات هنا سيتم إغلاق على القدس ثانيا سيتم قطع الضفة الغربية الشمال وجنوب الضفة الغربية هذا المشروع الأكبر لأنه سيكون الطلقة الأخيرة في رأس أي عملية السلام كانت وأي كلام عن حلول سلمية وتسعى إسرائيل إلى تهجير بدل أغوار وحصرهم في منطقة مغلقة وهو ما يرفضه هؤلاء كونه سيلغي هويتهم ويضر بطبيعة حياتهم التي تعتمد على الرعي وتربية المواشي ومن ناحية أخرى سيعني مصادرة أرضهم لصالح الاستيطان بإزالة التجمعات البدوية هنا فإن الطريقة ستكون سلكة أمام إسرائيل للربط بين المستوطنات في شمال وجنوب القدس بالمستوطنات الشرقية وتشكيل سلسلة مستوطنات تمتد حتى شرق غور الأردن نسر سلمي من تجمع الخان الأحمر شرقية القدس المحتلة الميادين رغم مرور أسبوع على خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الأخير إلا أن مفاعله استمرت في الصحة السياسية والعسكرية في إسرائيل معلقون السياسيون شككوا في جدوى المساعي الإسرائيلية لمنع تعظم قوة حزب الله منال إسماعيل لم تكت تنضي ساعات على التهديدات التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمن من الجولان المحتل ردا على تهديدات الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حتى جاءه الرد سريعا من داخل المجلس الوزاري نفسه عندما سخر رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت من تهديدات لبرمن بحسب تعبير إذاعة الجيش الإسرائيلي قائلا له علينا الامتناع عن إطلاق تصريحات ملتهبة بشأن نصر الله في الشرق الأوسط يقدرون النتائج لا الكلمة رئيس الأركان جادي آيزنكوت خرج عن صمته ليعلن في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة أن خطاب السيد نصر الله يهدف إلى تكريس معادلة ردعية ملمحا إلى قيم الجيش الإسرائيلي بما أسماه عمليات من تحت الرادار لمنع تعظم قوة حزب الله عمليات شكك معلقون إسرائيليون بجدوها مقابل حزب الله نحن نعلم أنه بالرغم من المساعي التي تبذلها إسرائيل طوال سنوات نجح حزب الله بإدخال منظومات صواريخ ياخونت وأنواع أخرى من الأسلحة أيضا هذا يعني أن عملية إيقاف هذه الشحنات لم تكن كاملة وإذا كانت قد حصلت غارة فإنها لن تغير من الصورة العامة التي وصفتها الآن التشكيك بجدوى المساعي الإسرائيلية جاء على وقع الاهتمام الإسرائيلي بموقف حزب الله من الأخبار المتداولة عن استهداف نقاط له في سوريا في أول رد لقيادة حزب الله على التقارير حول غارة إسرائيلية في سوريا استهدفت شحنة سلاح لحزب الله رفض هذا المساء نائب نصر الله النفي أو التأكيد وأوصى بأن تستنتج إسرائيل ما تريد من ذلك لسنا معنيين أن نجيب عن أخبار تصدر في وسائل الإعلام ولذلك لا جواب لدي إلا هذا يعني لا تؤكدون إن كان حصل غارة على البقاع أم لا لدينا قرار في حزب الله أن لا نتحدث عن هذه العنتريات الإسرائيلية فليستنتجوا ما شاءوا من عدم ردنا مراقبون قالوا إنه بعد الفشل في منع تعظم قدرات حزب الله بات المسعى الأساسي لإسرائيل يتركز الآن على مواجهة دقة الصواريخ الموجودة لديه لا على منع إدخال صواريخ جديدة بعد أن أصبح لدى الحزب أعدادا كبيرة منها في لبنان أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل بالطرق الدبلوماسية والسياسية لمواجهة القرارات الاستيطانية الإسرائيلية قرار الكنيست الذي يشرع سرقة أراضي فلسطين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني ميشيل عون فب عبد شدد عباس على أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف على لبنان وأن وجودهم سيكون إيجابيا حتى عودتهم في السياق نفسه أكد عون أن التحدي الأبرز الذي يواجه العالم العربي هو مدى قدرته على فرض الحل العادل أخوتكم من اللاجئين الفلسطينيين على الأرض اللبنانية ما هم إلا ضيوف عليكم فهم أهلكم ونحن على ثقة بأنكم ستستمرون في حسن رعايتكم لهم واحتضانهم ومن جانبنا فإننا نعمل بكل ما نستطيع دائما أن يكون وجودهم إيجابيا إلى حين عودتهم المؤكدة إن شاء الله إلى ديارهم ووطنهم فلسطين الذي نصر عليه وسنواصل العمل بالطرق السياسية والدبلوماسية واستخدام أدوات القانون الدولي وحجد الدعم الدولي الثنائي والمتعدد وسنعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن 23-34 وسنواجه النشاطات الاستيطانية وقرار الكنيسة الأخير الذي يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية التحدي الأبرز الذي يواجه على أمنا العربي هو مدى قدرتنا على فرض الحل العادل والشامل لجميع أوجه الصراء العربي الإسرائيلي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والبنود المتكاملة للمبادرة العربية للسلام التي تؤكد الحق العربي في الأرض وفي قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة ودمان عودة اللاجئين الفلسطينيين انطلقت في موريتاني أعمال الدورة البرلمانية الطارئة على مستوى الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ جاء ذلك بعد دعوة الرئيس الموريتاني إلى درس عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع التعديل الدستوري المثير للجدل أبي زيدا دورة برلمانية استهنائية كل أنظار الطيف السياسي هنا تتجه نحوها لكشف ما ستقرره بشأن عنوان واحد طوى على جدول أعمالها حتى قبل أن تنطلق التعديلات الدستورية هل ستمر من هنا قانونا نهائيا أم سيرفضها المشرعون لتبقى مجرد مشروع قانون حتى وإن أجازته الحكومة المؤتمر البرلماني إن كان هو طريق فهو طريقا بين الطرق الإجراءية العادية التي يمكن أن تمر عبرها تعديلات الدستورية حتى الساعة لا يمكن أن نقول لك أنه هو أبرى استفتاء وعبرى مؤتمر لكنهما طريقتين كل واحدة منهما هي طريقة قانونية لمرور تعديلات الدستورية الشعب وإن كان ممثله في البرلمان إلا أن الشارع أوفد ممثلين عنه للاحتجاج ففيما يرفض البعض هذه التعديلات ويعتبرها إعلانا للدخول في مسار سياسي خطير قد يهدد أمن البلد يعتبر آخرون أنها تكريس للعملية الديمقراطية ونقطة تحول إيجابي في تاريخ البلد رسالتنا واضحة من خلال هذه الوقفة التي ندعو فيها كافة تقوى الحياة لرهض التعديلات الدستورية التي يريد نوام العبد العزيز من خلال أجندته الأحادية تميرها عبر هذا البرلمان عار على البرلمان الموريتاني إن كان برلمان أن يرطخ لكل من ما يريده هذا النوام العسكري الفاشل أغلبية الشعب الموريتاني مع التعديلات الدستورية المخترحة وأن نتائج الحوار كانت نتائج إجابية وهي محل إجماع من الجميع أحزاب المعارضة التقليدية استبقت الدورة البرلمانية وأعلنت مرارا عن موقفها الرافض مطلقا لهذه التعديلات مع التعهد بالعمل على إفشال تمريرها فيما أعلن الرؤساء سابقون للبلد أن رفضهم لها ودعوتهم البرلمان إلى رفض تمريرها حراك سياسي متصاعد وخطوات متسارعة ستفضي بلا شك إلى مرحلة سياسية جديدة فهل هي ما تبشر به الأغلبية الحاكمة أم ما تحذر منه المعارضة التقليدية لا أحد خارج الخندقين يمكنه تكهر أبي سيدا وقشوك الميدي شهدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن إجاد حل للأزمة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبيا من دون تدخل أجنبي وفي اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيا فاز السراج عرض نتائج المشاورات التي أجرتها تونس ومصر والجزائر مع الأطراف الليبيين بهدف تقريب وجهات النظر بينهم لحل الأزمة الليبية إلى هذا رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السوحلي بإعلان تونس الوزاري لحل الأزمة الليبية خلال لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس شدد السوحلي على أن لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والتوافق لتحقيق الاستقرار في ليبيا من جهته قال السبسي أن المبادرة تسعى إلى تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف الليبيين بمؤشرات إيجابية ومشجعة تعمل وزارة السياحة التونسية على تنويع منتجاتها وتعدد أسواقها في مسعى منها لرفع حجم معاملاتها وإعادة الانتعاش إلى القطاع السياحي الذي يشكو من أزمة حادة منذ ست سنوات عماد الشتارة تطور بنسبة 7% في عدد السياح خلال السنة الماضية مؤشر تنظر إليه وزارة السياحة على كونه نقطة مضيئة تؤشر إلى عودة الثقة إلى الوجهة التونسية لعوامل عدة أهمها الاستقرار الأمني والأسعار التنافسية للسوق وتنويع المنتوج إلى جانب العمل على التنويع الأسواقي باستقطاب مواطني روسيا والصين ثم تطور معناها لباس بي ثم حتى في بعض البلدان تطور بـ 30% ثم معناها مواشرات إيجابية نحن ماشي نطور روسيا بشن نخدم معنا السوق الروسية خطر الفولي فيديليزية ذو ما اللي جاءونا 622 ألف عام 2016 يزبهم يرجعوا ونزيدوا عليهم زيادة وثم أسواق خرين معناها ثم تنويع المنتوج السياحي وتنويع الأسواق اللي نخدم معهم توافد السياح الروسي ارتفع بنسبة 800% على حساب كل من تركيا ومصر وساهم إلى جانب ارتفاع توافد السياح من الدول المغاربية بنسبة 8% في إنقاذ الموسم الذي حقق خمسة ملايين وسبعمائة ألف وافد معطا دفع الوزارة إلى التركيز على السوق الروسية ومن بعدها الأسواق الأسيوية إلى جانب تثبيت العلاقات مع الأسواق التقليدية كالألمانية والفرنسية والإنجليزية التي بدأت تعود نحو تونس بنسب ضعيفة إعادة الهيكلة الكثير من المؤسسة السوحية اللي السنوات الستة منذ 2010 في تونس أرقتهم الكثير وأصبح في حالة مادية ومالية صعبة جدا وإذا كانت توفرهمش القروض والإمكانية المالية بطبيعة الحال هذا بيكون عنده تأثير سلبي على جودة الخدمات على تنويع الأسواق وتنويع المنتوج أيضا تراهن السياحة التونسية لاستعادة عافيتها فيما يؤكد مراقبون على المزايا التفاضلية التي يمكن أن تحققها تونس من خلال انخرطها في اتفاقية السماء المفتوحة ويحذرون من انعكاس الظروف المالية الصعبة لأصحاب المؤسسات على جودة الخدمات تحسن في مؤشرات القطاع السياحي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة يحتاج بحسب مراقبين إلى تشريع مزيد من الإصلاحات الهيكلية وبدل مجهود أكبر على مستوى التسويق للتعريف بخصائص تونس ومرافقها السياحية أعمى تشترى تونس الميادين ونبقى في البجال السياحي ولكن هذه المرة في كوبا حيث انتعشت السياحة برغم عدم جهزية البلاد استقبال العداد الكبير من الوافدين التواقين إلى التعرف على خصوصية الجزيرة الكاريبية كوبا التي بقيت 55 عاما محضورة على هؤلاء هي اليوم أمام فرصة ذهبية لتطوير قطاعها السياحي الذي يرفض البلاد بالعملة الصعبة ويخلق فرصة عمل جديدة للمواطنين تطوير قطاع السياحة في كوبا يبدو حاجة ماسة للبلاد 55 عاما من العزلة التي فرضها الحصار الأمريكي أعاقد تقدم قطاعات كثيرة في البلاد أبرزها السياحة غرفة في فندق أربع نجوم في هافانا تشبه غرفة في فندق ثلاث نجوم في باريس وإيجارها 300 دولار إنه سعر مرتفع هذا الفندق لا يستحق تصنيف الأربع نجوم إنه جيد لكنه لا يستوفي شروط العالمية لهذا التصنيف لم تستقبل كوبا في تاريخها الحديث أربعة ملايين سائح في عام واحد كما حصل في عام 2016 تأدفق السياح أدى إلى تضخم هائل في أسعار المطاعم والفنادق سلسلة الفنادق هذه هي واحدة من 17 سلسلة تديرها الدولة وتمثل ثلثي الفنادق في البلاد ولا يحق للمديرين إجراء أي تغيير هندسي أو لوجستي من دون العودة إلى السلطة الرسمية معظم الذين يزورون كوبا اليوم زاروا دولا أخرى في أمريكا اللاتينية وهم بالتأكيد يلاحظون الفرق بمستوى الخدمة الفندقية برغم هذا التقصير في تطوير الخدمات السياحية ارتفع معدل إيجار الغرفة من 110 دولارات إلى 250 دولارا خلال عامين ما دفع العديد من السياح إلى استئجار غرفة في منزل لقاء مبلغ زهيد لا يتعدى 30 دولارا في الليلة الواحدة وهذا النظام مشرع منذ عام 1997 لأكثر من 70 ألف منزل في كوبا وننتقل وإياكم إلى الفضاء الخارجي فنظام شمسي قريب يضم سبعة كواكب بحجم الأرض اكتشاف رفعت ناسا نقاب عنه وقد يحمل الكثير من الدلالات فبحسب كبير العلماء في الوكالة يمثل اكتشاف دلالة على أن العثور على كرة أرضية ثانية بسألة وقت سبعة كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة فيها خلاصة بحث لفلكيين رصدوا نظاما شمسيا جديدا تنتظم فيه هذه الكواكب ثلاثة منها تدور حول نجم بمسافة تحتمل وجود مياه على سطحها ما يعني احتمال أن تكون قابلة لوجود الحياة بحسب الدراسات إنه النجم السماوي ترابيست من كوكبة الدلو يبعد نحو أربعة واربعين مليون سنة ضوئية عن الأرض وهي بحسب العلماء مسافة قابلة لعبور المركبات الفضائية في المستقبل هذا الاكتشاف بني على أبحاث سابقة أظهرت ثلاثة كواكب تدور حول النجم ويصل عددها إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة كوكب خارج النظام الشمسي عملية الرسد كشفت أن قرب هذا النظام الشمسي وحجم كواكبه السبعة مقارنة بالنجم الصغير الذي تدور حوله يجعلها قابلة كي تكون محل دراسات متتابعة ويبقى أمل العلماء في أن يكتشفوا إمكانية الحصول على أدلة كيميائية تشير إلى وجود الحياة على سطحها في المستقبل إنها خطوة مهمة للغاية ألغت فكرة لو كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض ليحل مكانها سؤال متى سنعثر عليها وذلك بحسب العلماء في وكالة نازا الأمريكية بيذا نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها ترقب انطلاق مباحثات جنيفا السورية بعد تأجيلها لساعات وادمستورا يلتقي وفدي دمشق والرياض قوبا إلى الافتتاح الجيش التركي وحلفائه يسيطرون على كامل مدينة الباب السورية القوات العراقية تحرر مطار الموسل جنوب غرب المدينة وتتقدم لاستعادة معسكر الغزلان تابعنا في السابعة الناس تكشف عن نظام شمسي يحمل مقومات حياة بيولوجية دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وزميل خالد أبو عرب يوافقكم بنشرة مفصلة للأنباء على رأس الساعة إلى اللقاء موسيقى